شايفة بس إن في ميزة تتضضح قدامي إنه كتير لما الدولة عايزة مثلا ترشيحات وزراء أخدتها أو ما أخدتهاش لكن هذه الترشيحات إحنا دايما كان عندنا أزمة الترشيح يعني الملفات دايما بيجي وكيل وزارة وثم وكيل وزارة آخر وبناخد من نفس المكان من نفس الحكومة من نفس الأصل لكن دلوقتي إحنا بنفكر إنه لا فيه تجديد فيه فكر مختلف إنتوا حاسين إنه اللي إنتوا بتعملوه يمكن شكل جديد من التقييم حاسين إنه هو مختلف عن الأداء اللي إنتوا بتعملوه قبل كده؟ هو هنا الجديد إن إحنا نلاقي إن أنجيو أو مؤسسة غير هادفة للربح بتدور إنها تستخدم الأسلوب الفني في التقييم وده كان جديد بالنسبة لنا وإحنا دعمنا هذا البروتوكول لهذا السبب لأن النهاردة إن نستخدم الأسلوب الفني في التقييم وفي اختيار الكادر المناسب في المكان المناسب هيعود بنفع كبير لأنه في النهاية هو ما فيش كادر وحش وكادر حلو هو فيه كادر أنسب للوظيفة دي لأنه عنده قدرات المناسبة للوظيفة دي أحمد فتحي سيدنا كلمة أخيرة بقى حول هذا البروتوكول كلمة أخيرا نحن سعاداء جدا بالشراكة اللي ما بينه وما بين شركة طول السترونجات إن شاء الله إحنا منتظرين وبتالي نشوف نواب عندهم حماسة عندهم حمية للعمل والتغيير وأنا مبسوطة بأداءهم عايزين نشوف نواب محافظين وما إلى ذلك وعايزين نشوف طبعا نمازج جديدة تقدر توحيل هذا الشباب وأتمنى أن تكونوا بتشاركوا في هذا الأمر